منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ومطران بافريج يعمل في هذه المزرعة حيث اهتم بزراعة محصول البصل المعروف ببصل بافطيم والذي يعتبر من أجود أصناف البصل على مستوى الوطن العربي ليس بالجودة فقط وإنما في الانتاجية أيضا بالإضافة إلى قدرته على تحمل أطول فترة تخزينية مقارنة بالأصناف الأخرى نحن كمزارعين في وارد حضرموه تعتمادنا الكل على البصل أجمل الزراعة نحن عندنا وهو محصول البصل وبعدين الزراعة عندنا شتوية تكون الزراعة عندنا شتوية وتي الأزمات عندنا في الشتاء عندما لو كنا نحب نزرع الانتاج حقنا تأتي الأزمات تأتي أزمة الديزل تأتي أزمة الأسمدة يعد مطران واحدا من أبناء مدينة سيئون وهو عضو مساهم في جمعية الفلاح الحضرمية الإنتاجية متعددة الأغراض حيث جاءت فكرتها نتية معاناة المزارعين واحتكار عدد من التجار للسوق بالكامل لذلك كان لابد للفلاحين أن يؤسسوا لهم كيانا في مواجهة احتكار التجار لينضم إليها لاحقا مجموعة من مزارعي محصول البصل حيث وصل عدد المساهمين إلى خمسمائة مزارع المساهم ومالك أرض زراعية على مستوى وادي حضرموت وخلال فترة وجيزة من التأسيس صدرت ما يزيد عن ثمانية آلاف طن من البصل إلى الخارج الحمد لله بداية العام الماضي الموسم 2016-2017 حققنا نجاح كبير صدرنا حوالي ثمانية ألف طن من محصول البصل وبدأنا هذا الموسم 2017-2018 كان بدايته في حوالي 14-11 والحمد لله صدرنا حوالي أربعمائة طن استقطبت الجمعية مجموعة من الأياد العاملة الشابة ووفرت فرص عمل للكثير من مختلف محافظات الجمهورية إذ تستوعب ما يزيد عن مئة عامل يقومون بإعداد المحصول الزراعي تمهيدا لتصديره إلى خارج البلد هذه الجمعية وفرت للناس أعمال وغاجدة من مثلهم أنا وفرت لي عمل الحمد لله رب العالمين إن أنا سيد حياتي بيتي وكثير من الناس هاجرت من مناطق بعيدة مثل حديدة من حجة كثرة الطلب على البصل في الأسواق الخارجية والدول المجاورة وبعض دول شرق أفريقيا شجع الفلاح الحضرمي على زيادة الزراعة والإنتاج كما ساهم في دعم الناسج المحلي وتشجيع الزراعة اليمنية تزخر هذه الأرض بأجود أنواع البصل اليمني والذي لا يعرف اليمنين أن بصل العالم الحضرمي بفطيم هو من اكتشف وزرع البذرة الأولى في المنطقة كما تقول الكثير من الدراسات والكتب حدد مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر موت موسيقى